هذا اله هذا مثال هسا تعالوا معنا الى صفحة خمسة وخمسة التفتوا العبارة لطيفة الفصل الرابع كان اله منه الفصل الخامس اله منه ستيفن هوغن هسا يقولون ستيفن هوغن شنو هو مو ملحد بالمعنى الذي ينكر يقول هذا الذي تقولونه حتى اله منه اله انشتاين اقبله او لا اقبله مع انه اله انشتاين اله النسبية يقول انا الهي يختلف لماذا يقول لانه النسبية تسقط كل قوانينها في الثقوب السود فاذا النظام الفيزياء الذي انا اقوله ينسجم مع النسبية او لا ينسجم لا ينسجم فالاله الذي تثبته الفيزياء النسبية لا يمكن ان يشابه الاله الذي تثبته فيزياء الثقوب السود مثال اضرب لك تعالي يمن يقول بعد ان رأى الاخير يعني منه هوكينج ان قوانين النسبية تنهار داخل الثقب الاسود حتى ان الضوء لا ينجو من الانهيار رغم سرعته الهائلة تقول هسا في النتيجة ما الفرق بين النظام الكوني الذي تعتقده والنظام الكوني الذي يعتقده من انشتاين يقول النظام الكوني الذي يعتقده انشتاين قائم على اساس اليقين والنظام الكوني الذي اعتقده قائم على اساس الاحتمال وهي فرق كبير له ما يكون فرق بينهما يقول في منظار انشتاين فان نظام الكون يخلو من مبدأ الاحتمال ابدا كله قوانين شنو رياضية قابلة للتلاعب له غير قابلة للتلاعب ابدا فلا يمكن والطرح لانشتاين ان يحدث حادث ما لمجرد ان يحدث هكذا يعني اكو مجال للصدفة او لا توجد مجال للصدفة لا توجد خارج نطاق البرمجة الكونية يفلت الالكترون من مداره بدون سبب ليصطدم بالكترون ماذا اخر لم يرضى بفكرة ان الكون تتحكم فيه ماذا الصدفة ولهذا تتذكرون فيما سبق جئت لكم بدراسة انشتاين والصدفة كاملا ينفي ماذا يقول لان قوانين رياضية صارمة تحكم ماذا تحكم الكون بينما يمثل الاحتمال ركنا اساسيا في منظاري هاوكينج من هنا دخلت رمية النردي كجزء من نظام الكون عند من عنده سؤال الاله الذي لا يدير العالم الا بنظم واحدة اذا عالم بهاي النظم والقوانين او ليس بعالم نعم عالم لنه هو الذي خلقها اما اذا فرضنا ان النظام الكون قائم على اساس الاحتمال يقول اخوة الله لو كان يعلمها على اليقين شان شنو فاذا علمه ثابت له يتكامل ويفرق بين اله علمه كامل وبين اله علمه شنو يتكامل هذا نفد اله من حيث اللفظ يفد اله هذا اله وذا كم شنو اله ولكن مواصفاته واحدة له متعدد كاملة ولهذا انت ش تقول له تقول له كافر هو مش يقول لك هم كافر انت تقول له ملحد هو ما يقول لك شنو ملحد انت وكذا من نقاماتك وهذه هي مشكلة المؤسسة الدينية اذا تذكرون في الحلقة السابقة انا وقفت عند هذه القضيين مشكلة المؤسسات الدينية هذه في العلمة موجودة طبعا في العلمة موجودة لانه تجدون بانه قليل وغير قليل ايضا هماتي انا عندما خالف القواعد العلمية نفس العلماء ماذا ها طلبوا من المؤسسة الدينية ان يكفروهم لك بعجب ما ادري واضح اعزائي